في دوء ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات محافظة أسوان فقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة وأوضحت وزارة الصحة أنه تم حجز 63 شخصا في المستشفيات وإعطائهم العلاج المناسب مشيرة إلى خروج 16 حالة بعد تحسن حالة مصحية وأكدت الصحة عدم وجود ارتباط وبئي لجميع الحالات حيث أن أغلبية الحالات من منطقتين أبو الريش بحري ودراو ولكل منهما محطة مياه منفصلة كما أكدت الصحة أن العينات التي تم فحصها للمياه أثبتت مطابقتها للمواصفات القياسية هذا واصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها